نذهب إلى سؤال رقم 5 في سؤال رقم 5 طلب مننا تصميم عداد تصعدي ترديده 10 لماذا قلت عداد تصعدي ولم أقول عداد تنازلي لأن في كل مصاني يستخدمون عداد تصعدي لحساب القطاع أو علب أو أي شيء العداد هذا بإنجاز قلابات من نوع GK لكي ننجز عداد تصعدي أول شيء نقوم به هو تحوي قلابات GK إلى قلابات T وذلك بتغذية GK قيمة 1 منطقي لكي يصبح القلاب في حالة التبديل ثاني شيء القلاب الأول يربط بالمقاتية ومسؤول عنها الملتقط S3 ويسمى هذا القلاب وزن الأضعف البيت الأضعف ثم يتم ربط باقي القلابات لماذا ربطت بالمخرج كي صفر ولم أربط بمخرج كي صفر بار لأنه عداد تصعدي متى يكون عداد تصعدي؟ يكون عداد تصعدي في حالة اختلاف المخرج مع الجبهة إذا كان مخرج صاعد وجبهة نازلة هنا مختلفا فيكون عداد تصعدي إذا كان مخرج نازل مع جبهة صاعدة فهنا عداد تصعدي مختلفا ويكون عداد تنازلي إذا تشابه المخرج مع الجبهة أقصد المخرج الصاعد مع جبهة صاعدة أو مخرج النازل مع جبهة نازلة في هذه الحالة يكون عداد تنازل بما أنه لدي جبهة نازلة لذلك نربطها بمخرج الصاعد مدخل مسح جماعي مسؤول عنه تنشيط مرحلة X51 في حالة تنشيط X51 تعطينا واحد منطقي لذلك أضفنا بواب نوت لكي تصبح صفر منطقي والصفر منطقي يقوم بتنشيط كل مداخل كلير لأن مداخل كلير فعالة في المستوى الأدنى بعدها يتم إنجاز عداد ترديد عشرة وذلك عن طريق تحويل رقم عشرة بنظام عشاري إلى نظام ثنائي بأربع أبيت نلاحظ عشرة بنظام عشاري تساوي ألف وعشرة حيث الرقم الأول هو وزن الأضعاف ومسؤول عنه مخرج كي سيفر وواحد في الجهة اليسرى هو أمسبي وهو وزن الأقوى ومسؤول عنه آخر قلب وهو قلب ثلاثة ثم نبدأ بترتيب LSB MSB ثم نبدأ بترتيب المخرج الأولى سيفر ووزن الأضعاف إذن هي كي سيفر بار لأنها قيمة سيفر المخرج الثاني وهو واحد ومسؤول عنه كي واحد المخرج الثالث قيمته سيفر إذن مسؤول عنه كي ثنين بار القيمة رابعة واحد منطقي ووجدناها تساوي واحد إذن مسؤول عنها مخرج كي ثلاثة ثم نربط هذه المخارج في بوابة AND ونكتب أن يساوي عشرة ولا نربط هذه البوابة بـ 51 فحذاري حذاري حذاري ترجمة نانسي قنقر